لمنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي النهاردة لعب مباراة مبارح لعب مباراة أمام أوكرانيا هو يوم الحدي يعني نبقينا خلاص الاتنين دلوقتي وتعادل واحد واحد المنتخب الأولمبي بشكل عام أنت أكيد بتتفرج على مسيرته بشكل عام يعني رأي إحساسك بالمنتخب الأولمبي يا كابتن عصر أنت كنت في الجاز أولاً كنت أنا في الجاز عدت معهم ست شهور يمكن الجيل ده اتظلم لمدة سنة يمكن بعد ما كانوا هم موجودين مع الكابتين شوي قعدوا فترة كبيرة سنة مفيش أي تجمعات صحيح كانت شوي صحيح كده بعد ما كانوا معك بعد كده بعد ما كانوا معي أنا قعدوا شهرين قعدنا بالضبط من شهر تسعة لشهر يناير وفي يناير المنتخب الإلومبي احنا مشينا ومنتخب الإلومبي وقف زي ما الكابتين عصام قعد فترة لغاية ما يجيهم يستطيع حولي يعني هنقول حولي عشر شهور يعني هم تظلموا الجيل ده السنة مزبوط عدت من يعني سنة مش موجود ما همش موجودين بدأ نشتغل طبعا وطبعا ده حاجة أصلا غلط غلط إن أنت تقعد عندك منتخب وده من الحاجات اللي أنت بتستنى يطلع لك لعبة للمنتخب الأول وبدأ نشتغل وقعدنا مع بعض جبنا أسامي كتيرة كان مع أغلب أسامي كانت موجودها مع الكابتين شوقي ويمكن من الحاجات برضو اللي إحنا مشينا كان الكابتين شوقي كان عنده هيكل برضو في الفتح دي برضو كان عنده مجموعة لعبة كان هو بيعتمد عليها صراحة هي بتحسابه هو الأول بدأ نشتغل مع المجموعة دي ودخلنا لعبنا مطشط ودية كانت أثناء كانت مع منتخب بنين مش عارف مع الجابون مطشط يعني كانت ودية ما فيش حاجة أوروبية لأ ما فيش حاجة أوروبية كانت كل ساعة عشان إحنا عندنا تصفيات عندك تصفيات أو بعدين بدأنا إحنا حظينا الحلو إحنا طبعا في التصفيات مهزة يا زمان التصفيات دلوقتي إحنا لعبنا منتخب اسمه بيتسوانا لعبنا معهم منكت عدينا صف صف وجان هنا كسبنا واحد صف صعدنا لعبنا منتخب زم بها نفس الشيء أفريكا ما عادتش من منتخبات الأولمبية زي ما أنت متوقع كبتا المنتخب الوحيد اللي إنت تحتلمه في أفريكا كلها هو المنتخب السنغالي أولمبيا اللي هو المنتخب ممكن هو حصلوا ظروفه خرج من البطولة من منتخب مالي اللي هو الآن تبلعب في الأولمبيار منتخب مالي برضو محترم منتخب قوي طبعا صح رغم أنهما كانوا كذبينهم ثلاثة واحد في السنغال منتخب مالي كسب جابوا اثنين صفر وصعدوا بالهدف اللي هوما جابوه في السنغال خارج المنتخب أكيد غيروا اللعبة كتيرة الجهاز الفني اللي موجود طبعا بعد كده أنا أخدت اللي إنت أنا وكنت نشو مرتاح ما كنتش مرتاح يعني كان فيه خليفات كتيرة وفيه مشاكل كتيرة وأنا حبت أبعد عن واجع القلب معهم موش حتة منتخب نروح منتخب سوريا أو حاجة كنت عام زياني كانت في الفتا دي كان كل شوية كل معسكر فيه خليفات مع الحضري باختصار يعني سبت المعسكر وقلتوا يا جماعة مش هقدر أكمل معكم وهم بعد كده كان فيه برضو واحد عدو مجلس إدارة يعني من عدو مجلس الإدارة اللي قول موش حفى المنتخ ما تقول لي اسم مطايب على الطول ما تقول لي الموش حفى المنتخ أنت اللي بتقول ما تقول لي الموش ما تخلصت قولت الفزولة خلاص محمد بركات بس خلاص كده خلص الموضوع وبعدين طب إيه كان سبب خليفاتك كابتن عصان ما فيش سأل السبب بص يا كابتن أنا جدت قبل كده وأتكلمت معك وقتلك بركات هو لاعب حاجة وهو مسؤول حاجة أيوة يعني إيه المشكلة يعني أرحب ما نعرفش المشكلة يعني من المشاكل اللي كنت أقولها لك وهي موجودة دلوقتي اللي هي حلاص المرمى إحنا لما جينا بدأنا الوقت لما جينا نرح نلعب معسكرات في المغرب نلعب المنتخب الأولمبي المغربي جو قبل المعسكر قال لك أنا قلت أخذ ثلاث حراس مرمى ده كلامك وعندي مطشين مطشين مع المنتخب المغربي بجميع اللي عبتوا المحترفة تأخذ ثلاث حراس مرمى هو أخذ اتنين على الفقر عايز يأخذ اتنين كنت أخرى قلتوا لا مش أخذ اتنين هنأخذ ثلاث لو أنت الاثنين أنت تتحمل المسؤولية افض النهاردة وحصل على الفقر في نفس المعسكر ده حصلت إصابة الحارس مرمى في مطش بقى اللي بيلعب بلوش احتياط ما بيش اللي احتياط المطش الثاني بقى لعبنا بحارس واحد وكان خلاف ورق حصلت مشكلة ورجة وإعلام جابوني أثناء قاعدين مع بعض يا حضر الوقت هنسفل بثنين طب هنحل الموضوع هنعمل إجراءات ثلاث حراس وهنسفل بثنين ولو قدر لحصل إصابة اللي بعت نجيب حارس الثالث قلت لهم ازاي طب هي المشكلة بتاعت الحارس الثالث ايه ماديات تيكت يعني خلاص انا هصفر انا هقطع التيكت بتاع الحارس طب فيه الأكل موجود القضوة موجودة برضو صمم هو كان بركات من الحاجات اللي هو مصمم عليها هو طبعا بيجيب على مكالي بس هي مش مكالي انت عرفت ان هو بركات هو مش مكالي قلت لهم لأ خلاص وطلعت من الجروب وبعد كده الراجل جاعد معايا وقال لحصل نحل الموضوع ولو حصل حاجة هنبعت نجيب قلت لهم خلاص قولوا بقى انت عزين تقولوا سوق فهم وطلعت انت على سؤال وبعد المعسكر مع الجابون قلت لهم سامع عليكم نفس المواقف بحصل دلوقتي انت مسابق بتاعت حراس مرمى استعبعد واحد منهم النهاردة موجود زي ما احنا فيه اربع لعيبة برا يا كابتن شاوئي منهم حارس مرمى انت عندك اين حراس مرمى لو قد الله حصل لك اي اصابة هيقولك احنا ممكن ندخل حراس مرمى وانت ليه تستنى احنا مشكلتنا بنستنى لما تحصل النصيبة وبعدين نفك لو بعين مش هيبقى مهيئة وكلام